بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هنتكلم على بارت سيكس جزء قبل الأخير من شابتر فايف اللي هو الكمبايند فوتينج وهو تصميم أو باقي خطوات تصميم الكمبايند فوتينج من كورس الفاونديشنز انجينيرينج وان الخاص بقسم الهندسة المدنية المستوى التامن في جمعة الملك خالد البرت ده بيكلم عن الشير ما زلنا لسه في اللونج دايريكشن في اللونج دايريكشن فعندي النسبة للشير انا رسمت الشير بتاعي في اللسترينج اكشن فانا لازم اجيب الكريتيكال بتاعي ممكن يكون دا ممكن يكون دا ممكن يكون دا ايا كان فبجيب الكيو الشير ازاي بجيب الكيو ماكسموم اكبر واحدة فيهم ناقص كيو ultimate net في دي زائد اللي كلهم على اثنين ليه عشان معروف ان الكريتيكال سيكشن بالنسبة للشير على بعض دي من وش الايه العمود فلو انت عندك مص العمود هنا هو كده يبقى المسافة دي يتمص العمود اللي اللي كلهم على اثنين زائد دي او لو ناحية التانية نفس الكلام هتشوف اللي كلهم التانية حسب ما انت خدت دا ولا خدت دا ولا خدت دا ولا خدت دا تبعد العمود بتاعهم طيب جبت الكيو الشير بتاعي ودي تبقى بالطن عاوز اجيب كيو الشير بتساوي كيو الشير على بي ار سي في مين في ادي جبنا دي اه جبنا الكيو الشير ديت خلاص والبي ار سي عندي اللي هو العرض بتاع الاعداء يبقى انا باقي ان انا طلع قدرة الخرصانة لتحمل الشير اللي هي بكيو سي يو طبقا للكود المصري هي عبارة عن واحد ثلاثة من عشرة في نص في باينت سيفن فايف جازر اف سي يو على مين على الجامة سي اللي هي بواحد ونص بس دي وحدتها بكيلو جرام على السنتيمتر مربع لازم الكيو شير ديت تكون اقل من كيو سي يو طبعا في الحالة دي يبقى سيف يبقى دبس بتاعي سيف اما لو ما كانتش يبقى تعتبر مالها ان سيف ولازم ازود الدبس بتاع الاعداء كده انا اتمنت على الدبس بتاع الاعداء يقاوم المومنت ويقاوم البانشينج ويقاوم مين الشير يبقى لازم نبتدي نطلع الحديد بتاعنا واللي هنشوفه فيه الجزء القادم ان شاء الله شكرا